سوف نتحدث عن الجنريتر أو الجنريتر فونكشن الدوال المولدة اللي تولد لي مجموعة من البيانات أو فات سيكونس معين من البيانات يقول الجنريتر is a sequence creation object used as a data source for iterators for example the range function أخذناها الرانج فونكشن اللي تولد لي مجموعة من الأعداد which returns a list of numbers every time we iterate through a generator it keeps track of where it was the last time it was called and returns the next value هذه هي من مميزات الجنريتر نحن بالفونكشن الاعتيادية من نبني فات فونكشن وهذه الفونكشن من نستدعيها بعدين نسوي return إذا استدعيتها مرة ثانية ما رح تتذكر الاستدعاء السابق ما رح يكون أكون لها ذاكرة يعني ما قدر أنا أقول أشغل الفونكشن وأوقفها وبعدين أكمل باستدعاء ثاني هذا الشيء ما ممكن بالفونكشن الاعتيادية هذه الخاصية هي من مميزات الجنريتر الجنريتر نحن الممكن ننفذ الفونكشن ونسوي لها suspend يعني نوقفها وبعدين ورا فترة نرجع نكمل يعني نستدعيها مرة ثانية بس مو من الجديد تعيد وإنما تكمل وين ما كانت واصلة عن طريق فتفونكشن خاصة أو مثل خاصة اسمها next تولد لي next value وهذا الحكي رح نقرأه بس رح يتوضح أكثر بالمثال فهنا أنا أقول هذه الخاصية أنه أنا أقدر أوقف الجنريتر وبعدين أقدر أسوي لها resume يعني خليها تشتغل مرة ثانية وتولد لي next value this is different from a normal function which has no memory الفونكشن الاعتيادية ما بيها memory مثل الجنريتر function of previous calls if we want to create a large sequence and the code is too large for a generator comprehension we can write a generator function it is a normal function but return its value with a yield statement rather than return statement نحن أخذنا في فيديو خاص على الكمبريهنشن نهاية الفيديو حتشينا عن الجنريتر comprehension أنه نحن ممكن نولد في السيكونس باستخدام الكمبريهنشن هذا الشي ممكن بس مرات أنه أنا أريد يعني عندي هواية عمليات أريد أولد بيها هذا السيكونس وأطبقها على هذا السيكونس مثلا فمترهم أنه أسويها بالكمبريهنشن لأن الكمبريهنشن دائما يكون على سطر واحد فممكن نسوي فونكشن نسميها الجنريتر فونكشن الجنريتر فونكشن ما بها return مثل الفونكشن الاعتيادية وإنما بها كلمة خاصة كيوورد خاصة اسمها ييلد الييلد معناتها مثل من نترجمها للعربي كأنما من نقول يعني سلم هذه القيمة أو أعطي هذه القيمة يعني مو مثل الرتيان الرتيان معناتها أرجع يعني من الرتيان تقطع عمل الدالة وترجع إلى مكان الاستدعاء بينما الييلد هي راح تسلم قيمة وممكن بعد استدعاء آخر ترجع تسلم القيمة الثانية هذه هي فكرة الييلد فيقول جنريتر فونكشن can be suspended ممكن نوقفها ونسوي لها resume يعني نرجع نشغلها مرة ثانية هذه هي مميزات generator فونكشن هذه الخاصية بال suspending وال resuming شنو فائدتها تظهر فائدة generator فونكشن يعني من العالج مجموعة كبيرة من ال data لأنه أنا ما أقدر يعني الميموري هي مو infinite وإنما محدودة فما أقدر أنا أولد بيانات شقد ما أريد وإنما أقفت limit معين إذا أنا ولدت بيانات كانت أكبر من الذاكرة البرنامج ماتي رح يتوقف ورح يصير بي كراش لأنه الذاكرة رح تكون full الجنريتر سهل هاي العملية تقول لك أنت ما أقدر تولد ال data كلها وإنما تقدر يعني تولد جزء وتعالجه بعدين تأخذ الجزء الثاني وتعالجه وتأخذ الجزء الثالث وهكذا step by step فالجنريتر فونكشن فائدتها من تريد أنت تولد سيكونس مو مرة واحدة مثل الفونكشن العادية وإنما أو line by line فمن يكون عندك بيانات كل الشبيرة أو فايل كل الشبيرة الأفضل أنه أنت تعالجه بالجنريتر فونكشن أحسن مما تعالجه فونكشن اتيادية أو تحاول تقرأ البيانات كلها وتخزينها بلست أو تخزينها بدكشنري وهذه البيانات كل الشبيرة احتمال يصير عندك يعني memory overflow والبرنامج يتوقف فالحل هو استخدام الجنريتر فونكشن فهي هذه فكرتها أهم ميزة بيها أنه نقدر نسوي لها suspend نقدر نسوي لها resume وأيضا تذكر الاستدعاء السابق واللي يميزها أنه ما بيها return statement وأنما بيها yield statement فالكلمة خاصة للجنريتر فونكشن فنأخذ مثال بسيط اللي هو أنه يقول لك suppose we want to find the square root for million numbers طبعا هذا أيضا نحن نقدر نأخذ نولد أكثر من مليون مثلا مليار رقم المهم الفكرة أنه أنا عندي بيانات كل شوايا ما ممكن أنه يعني ما تستوعبها بلست ما نقدر نخزنها بلست معينة فهذا مثال بسيط بس حتى نقلد الرقم مليون نمبر ممكن نخزنها إحنا في لست بس أنت تقدر تزيد هذا الرقم تشوف إلى البرنامج ما تك راح يتوقف وما راح يتحمل هذه الأرقام إذا زيدت الأرقام اللي موجودة عندك بالبرنامج أو الـ data بصورة عامة فراح نحل هذا المثال أول شيء بالطريقة الاعتيادية اللي هي الـ regular function بعدين نحولها للـ generator function حتى نشوف شنو الفرق بين عمل لاثنين فمثلا أنه أنا هنا أنا أجي أريد أسوي فدلست معينة هذه الليست راح أولد بيها مليون رقم راح أستعمل دالة range واللاحظ أنه هنا أنا أنا ولدت هذه الأرقام كلها وأخزنتها في لست هذه هي مليون رقم راح تولد لي وأخزنها في هذه الليست راح أعرف فدالة راح أسميها مثلا sqrt1 هذي النوع الأول أو الدالة الاعتيادية بعدين راح أسوي دالة ثانية اللي هي generator sqrt2 هذي راح أدزلها الليست راح أدزلها الليست اللي ولدتها من الاستدعاء هذي الليست وبعدين هنالا بداخلها راح أجي أعرف لست جديدة مثلا أقول new list راح تكون فارغة وراح أبدي على عنصر عنصر بهذه الليست أخذ السكوير روت ماته وأخذنا باللست الجديدة فلازم أسوي loop على هذه الليست اللي بيها مليون رقم وأخذ كل رقم وأحسب له جذر التربيعي والناتج أخذنا بالnew list هذي هي الفكرة يعني أريد أوجد الجذور التربيعية مال مليون رقم زين فراح أسوي قد loop راح أقول لكل number in list هذي هي أحأخذ له السكوير روت والسكوير روت راح أخذنا باللست فمثلا راح أسوي متغير اسمه اس راح أخذ السكوير روت يعني استخدام الموديل اللي هو الماث sqrt وراح أخذي number اللي راح أخذه راح أحتاج هنا أنا أسوي import للماث حتى أستعمل دالة السكوير روت هسه هذا الاس أريد أخذنا أين باللست الجديدة فراح أقول new list خليلي بيها append راح أستخدم المثود append الاس خلص هذي اللوب راح تفتر على مليون رقم وكلها راح تخزنا بهذه الليست يعني بالنهاية راح أقول لها return return new list إلى مكان الاستدعاء رجع لي الليست الجديدة أجي أستدعي هذه الفونكشن الاعتيادية راح أقول هنا أنا مثلا sqrt1 راح أدزلها الليست طبعا هذي راح ترجع لي list فأحتاج هنا أنا أخذنها بlist جديدة فراح أقول new list راح تساوي الليست اللي راح ترجع من هذه الفونكشن وهذه النيو list تختلف عن هذه النيو list هذه النيو list هي local هذي نيو list هي global يعني variable يختلف لسكوب مات زيب ورما راح ترجع لي راح أطبعها حتى أجي أشوف هنا أنا القيم اللي رجعت لي فراح أقول new list فهذه الصورة إذا أجي هنا أنا أريد أنفذ هذا البرنامج خلنشوف فراح يبدي استدعاء الدالة راح تشتغل هذي الفونكشن وراح يطول إلى أن يرجع بالنتائج ما للمليون رقم هذه الطريقة اللي احنا نعرفها اللي هي الطريقة الاعتيادية بالتنفيذ أنه أنا نفذت الدالة هذه الدالة استدعيتها مرة واحدة وانتظرت إلى أن يكمل تنفيذ واضطريت أن هذه العمليات أخزنها بلست جديدة وأرجع باللست كاملة إلى مكان الاستدعاء هذه العملية أنه أنا أرجع باللست كاملة يعني راح ممكن إذا كانت هذه البيانات كل الشبيرة فراح تكلفني وقت أنه هذا راح ينسق الليست كلها وراح يخلي عنصر عنصر وراح يرجع إلى مكان الاستدعاء بلست جديدة هذه إذا كانت بيانات كل الشبيرة راح يتأخر عندي البرنامج واحتمال مرات الذاكرة ما تستوعب هاي الكميات الهائلة من البيانات فقالوا أكو طريقة أحزن أنه أنت تستعمل الجنريتر الجنريتر تشتغل step by step ما تشتغلي يعني كتلة واحدة وترجع لك عرية كاملة فشنو الفريق خلي نبني الجنريتر فنكشن فإذا هي أيضا راح نستعمل الـ def سأقول هنا def سأسميها sqrt sqrt 2 هذه الجنريتر أيضا راح أدزل لها list هذا هو body مالتها خلي أمسح هذا الاستدعاء وهنا هنال أيضا أنا راح أسوي loop على هذه list وراح أقول for number in list خلي هاي colon أيضا راح أقول s راح يساوي math dot sqrt يعني نفس الشي يعني أهم أريد أحسب الجذر التربيعي إلى هذه العناصر فراح أقول هنا هذا number أريد أحسب لان الجذر التربيعي بس هسا ما راح أسوي list جديدة وسوي append بlist جديدة وإنما راح أقول yield هذه هي الكلمة الجديدة اللي هي معناتها الاستدعاء وبالاستدعاء الثاني راح يحسب لك الرقم اللي بعد بالاستدعاء الثالث راح يحسب لك الرقم الثالث والرابع وهكذا فهي ما راح تشتغل على البيانات كتلة وحدة على مليون رقم مرة وحدة لا راح تشتغل عليها كل رقم على حدة كل استدعاء يولد لك يحسب لك الجذر التربيع ما الرقم معين هذا الشي ما راح يخلي الذاكرة تنترس فهي السيناريو من يكون انه تعدك مجموعة كبيرة من البيانات وتريد تشتغل عليها مثلا step by step مو كتلة كاملة generator function هي الحل المناسب لهذا السيناريو فهسا هنا أنا بعد ما عندي مثل هنا نيو list حتى أقول هنا راح أسوي list جديدة وارجعها وإنما اللي راح يرجع من هذي الدال له فشي سمو generator فراح سمي مثلا gen 1 generator الأول مثلا وراح استدعي دالة sqrt 2 اللي بنيتها وراح ادزل ها list هسا إذا أريد أعرف شنو type مال هذا لن خلي شوف type مات لأنه هذي من استدعيتها أنا هنا أعرف راح ترجع لي list لأن أنا عرفت list وبالأخير قلت لها رجعي لي بالlist الجديدة فهذه راح ترجع list هذي شنو نوع الديتا اللي راح ترجع من هذي generator خلو نشوف type مال ه gen 1 فأجي أنفذ راح أشوف أنه تابع على الكلاث اسمه generator تابع الكلاث اسمه generator فأحتاج هنا شنو أسوي إذا أريد أعرف البيانات أكف مثل جاهزة اسمها next هي اللي راح كأنما راح توقف الدالة والnext راح تقول ها اشتغلي على value قادمة راح تتوقف استدعي next أيضا راح تشتغل على value التالية وهكذا فهنان أريد أشغلها أريد أشوف الناتج مثلا فرح سأقول print next هذه function وأجزلها generator اللي عرفته هذه next سأشتغل على generator خاصة بالgenerator هذه الفنكشن معناتها أنه أشتغل على generator أخذ العنصر الأول وطبق عليه هذه الدالة وارجع لي بقيمة الناتج مادة فمن الجي نفذ هنا راح أشوف أنه يطاع لي صفر لأن أول عنصر دالة الرينج هو صفر وجذر التابعة ما صفر هو صفر هس إذا أريد العنصر البعد أقدر أقول next مرة ثانية استدعاء ثاني مرة ثانية next للعنصر اللي بعد اللي هو الواحد إذن كل استدعاء راح يتذكر للإستدعاء القبل وين شان هو هصل هذه هي فكرة generator أنه أنا يشتغل step by step هنا اشتغلت على الصفر واشتغلت على الواحد هس أريد أشتغل على العنصر اللي بعده أيضا نقول next واستدعي للجنريتر وسوي لي yield للvalue الثالثة الجذر التربيعي ما الاثنين هو 1.4 أريد أشتغل على العنصر اللي بعده بالسيكوانس أيضا نستدعي next فهي هذه فكرة generator هو تقدر أنت تشغل على مجموعة من الأعداد ومن تجي تسوي مثلا مرت اللوخ next راح يتذكر أنه أنت وين واصل شنت بالاستدعاء ويكمل لون ما أنت شنت واصل هذا الكلام بالفونكشن غير شكل بالفونكشن أنت من تستدعي الفونكشن راح تشتغل وترجع لك شيء من تستدعيها مرة ثانية لا تتذكر الاستدعاء السابق وإنما ستعيد من البداية تشتغل كل شيء وترجع لك نفس الشيء اللي أنت اشتغلت قبل بينما هنا لا لنسوي ها step by step هذا كل يفرق يعني بالsize من البيانات اللي راح نعالجها إذا ردنا نختبر أنه نشوف قد حجم البيانات اللي راح الصير بالطريقة الأولى وبالطريقة الثانية الطريقة الأولى احنا من استدعينا اضطرينا أنه هنا نجي نعرف شنو الفونكشن الاعتيادية عرفنا new list وقلت أريد ترجع بالnew list اللي راح يرجع من sqrt 1 وزيت لها list اللي راح ترجع لي list كاملة من مليون رقم فهنان إذا أنا أريد أعرف size يعني أريد أعرف size بين هذا اللي يرجع لي من الدالة الأولى وبين هذا generator اللي يرجع لي من generator function اللي هي الثانية منه الأكبر بالنسبة بالمساحة طبعا أكون fd module أيضا هذا راح نحكي عليه بعدين اللي هو system sys هذا أيضا موجود داخل لغة python مبني بمجموعة من methods المفيدة أو function المفيدة اللي لها علاقة بعمل النظام bfd function اسمها get size إنه إذا أريد أعرف حجم أي بيانات أو أي object موجود عندي بالبرنامج أستخدم هذه المثود اللي هي get size off فإذا جيت هنا قلت لأني أريد أحسب أقول لها print أبدأ أشوف جيت حجم اللي new list هذي اللي رجعت خلت شوف جيت حجم ها وإذا أرى هذا generator اللي يرجع لي من generator جيت حجم ها وش قد الفرق بين اتهم فرح أقول هنا print sys dot get size off وأدز الobject اللي رجع اللي هو تابع للclass generator فهنا رح نشوف أكو فرق كلش هائل بالحجم رح نشوف إنه هنا هذا هو الحجم هاي البرنت الأولى هذا حجم list طبعا هذا الحجم بالbyte هذا حجم وهنا البرنت الثانية حجم generator 104 byte يعني لا شيء بالنسبة لحجم list هذه ففرق كل الشبير ب يعني الحجم اللي تستهلك ال generator عن الحجم اللي تحجز ال function الاعتيادية من تكون عندي بيانات كثيرة وهذه القيم هي استدعاء هذه 4 مرات فاذن الجنريتر ما ياخذ مني ذاكرة هواية اذا كانت البيانات كل الشبيرة اذا كان عندي فد ملف اريد اقرأ منه البيانات سطر سطر واعالجها واعرضها على الشاشة واطبعها بملف اخر او اسوي بها اي شيء يفضل استخدام الجنريتر احسن مما انت يعني تاخذ البيانات كلها والسويلوب على البيانات كلها وتطبق هذه العملية تاخذ وقت وتاخذ ذاكرة الجنريتر تكون افضل استخدامها في هذه الحالات اشتركوا في القناة